بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني مع حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة إن شاء الله هكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعي وهيكون معانا الأقسام المعمارية وهيكون معانا النهاردة في شرح مادة تكنولوجيا أعمال نجارة العمارة وإن شاء الله بإذن الله طبعا مادة النجارة من المهن المعروفة قديما وأخذت في التطور مع تطور الإنسان حتى أصبحت معا عليه الآن ويكفي شرفا أن مهنة النجارة كانت مهنة نبي الله سيدنا نوح عليه السلام النهاردة إن شاء الله في الشرح بتاعنا هيكون معانا دراسة الخامات والإكسسوارات المستخدمة في أعمال النجارة أنا أسمت طبعا الشرح بتاعنا لجزئين الجزء الأولين عبارة عن الخامات والعدد والإكسسوارات والجزء الثاني هيكون بتنفيذ التعاشيء المستخدمة في أعمال نجارة العمارة وهناخد في التعاشيء تعاشيء خدش نص على نص وتعاشيء نقر ولسان الجزء بتاعنا الخاص المهاردة دراسة الخامات والعدد والإكسسوارات المستخدمة في أعمال نجارة العمارة طبعا الصف الأول في البداية هنبتدي نعرف كيفية زراعة الأشجار وحابب بس أن أنا أوضح جزئية بسيطة طبعا زراعة الأشجار بتتم عن طريق الغابات فبنقسم المساحة المراد زراعتها على متوسط عدد السنين وليكن بالشكل ده هأسمها حوالي أربع سنين واحد اثنين تلاتة أربع على أن يتم زراعة القسم الأول منها في السنة الأولى وزراعة القسم الثاني في السنة الثانية وهكسة وفي أثناء زراعة القسم الأخير تقطع أشجار القسم الأول وفي السنة التي تليها تقطع أشجار القسم الثاني ويعاد زراعة القسم الأول حتى يتم الحصول على محصول من الأخشاب ويكون معانا مستدامة الحاجة الثانية اللي حابب أعرفها برضو في الأخشاب التكوين العضوي للأشجار عايزين نعرف إزاي نقدر عمر الشجرة فبيتم تقدير عمر الشجرة عن طريق عدد الحلقات السنوية والحلقات السنوية دي سميت بهذا الاسم لأنها كل سنة بتتكون منها حلقة زي ما انتم شايفين فلو حبين نعرف التكوين العضوي بيظهر التكوين العضوي واضحا للأشجار إذا قطعنا ساك شجرة قطاعا عرضيا فيلاحظ على سطح القطاع حلقات متحدة المركز تسمى باسم الحلقات السنوية ولأن كل سنة منها بتتكون حلقة وعن طريق عدد هذه الحلوات بيتم تقدير عمر الشجرة زي ما انتم شايفين على السلايد الجزء الثاني طبعا لازم نقطع الأشجار في سن ملائم لأن إذا لم تقطع الأشجار في السن الملائم لها بيتصاب بتشيخوخة وبينتج الحصول على أخشاب غير صالحة في الاستعمال لكل نوع من الأشجار سن ملائم لعملية القطع ويتم ذلك عند اجتمال نضجها وتمام نموها وإذا تركت الأشجار مزروعة بعد هذه المدة تصاب بالشيخوخة ويصبح الخشب الناتج منها قليل المرونة وعرضة للكسر والتسوس وأن أفضل وقت لقطع الشجرة أو الأشجار بيكون في منتصف فصل الشتاء وذلك لأن الشجرة بتكون في حالة سكون غزائي وتنخفض خطورة هجوم الفطريات والحشرات عليها وأنخفاض نسبة الرطوبة وطبعا بعد كده زي ما انتم شايفين في السور اللي مواضحة قدامكم لازم يكون فيه هناك عمالة مدربة على عملية قطع الأشجار حتى يتم الحصول على أخشاب صالحة لاستعمال والقطع بيتم زي ما انتم شايفين على مسافة من سطح الأرض معينة بيكون حوالي 40 سمتي وبيتم القطع باستخدام معدات خاصة هنشوفها دلوقتي مع بعض تقطع الأشجار من أسفل على ارتفاع 40 سمتي واضحة قدامكم في السور ويتم القطع بعمل قطعتين بالبلطة ثم النشر من جهة السقوط ويراع عدم ارتطام الأشجار بقوة على الأرض حتى لا تتلف أليافها الخشبية مما يؤثر على تماسكها وتحتاج عملية القطع إلى فريق متخصص زي ما احنا قلنا زو خبرة طويلة في هذا المجال الأدوات المستخدمة في عملية القطع هنشوف في الصورة زي ما انتم شايفين أولا البلطة ثانيا المنشار اليدوي والمنشار الآلي زو الجنزير والبلطة مصنوعة طبعا من يد خشبية والرأس بتاعتها بيكون معدن حد طبعا والمنشار اليدوي والمنشار الآلي دي الأدوات المستخدمة في عملية قطع الأشجار بعد كده عايزين ننقل جزوع الأشجار بعد ما قطعنا الأشجار عايزين ننقل الأشجار من الغابات إلى أماكن التصنيع فبيتم ذلك عن طريق بعض الوسائل منها في المناطق الحرة بنستخدم الأفيال وفي المناطق الباردة بتستخدم الخيول وإذا كان هناك بالقرب أنهار بيتم إلقاء الجزوع في الأنهار لتسير مع الطيار حتى أماكن التصنيع وإذا كان هناك سكك حديدية بيتم نقل الجزوع عن طريق القطارات في حالة وجود سكك حديدية في حالة الكميات الكبيرة وممكن برضو عن طريق العربات واللوريات الضخمة خلينا مع بعض كده نشوف وسائل نقل جزوع الأشجار من الغابات إلى أماكن التصنيع بتستعمل اللوريات الضخمة في نقل الجزوع في حالة وجود طرق ممهدة مع قرب المسافة من المصنع ثانيا بواسطة القطارات في حالة وجود سكك حديدية في المناطق الحرة بتستخدم الأفيال وفي المناطق الباردة بتستخدم الخيول وفي حالة وجود أنهار بتكون مناسبة جدا للنقل لتسير مع الطيار وفي المناطق المتجمدة بتستخدم الجزوع بنحط الجزوع على زحفات بتجرها بعض الحيوانات زي ما تشايفين في الصور الموضحة أدي الأفيال وادي العربات وادي الأنهار وادي السكك الحديدية في حالة وجود سكك حديدية في الغابات ثم بعد ذلك بتتم عملية القطع وإزالة القشر الخارجية ويتم نقلها إلى أماكن التصنيع طيب من معدات من معدات أو ماكينات شق الأشجار عندي أربع معدات أو أربع ماكينات أولا ماكنة منشار الشريط الرأسي ماكنة منشار الشريط الأفقي بعد كده ماكنة منشار الشريط الرأسي زول إطار المتردد الحرقة وبعد كده فيه عندي منشار الصينية دي الأدوات المستخدمة في عملية القطع وزي ما انتم شايفين هذه عملية ده التارهية وادي المنشار الأفقي وادي المنشار الرأسي المتردد الحركة وادي المنشار الصرية بعد كده زي ما انتم شايفين بنقطع الأشجار إما على شكل مربع أو مستطيل أو ألواح رفيعة السمك أو ألواح السمك بتاعها بيكون كبير أو على شكل مربعات أو مراين وحابي بوضح الفرق بين المراين والألواح عايزة فرق بين المراين والألواح عندي الألواح عبارة عن زي ما انتم شايفين كده هذه الحلقات الثانوية وادي الألواح لها طول لها عرض لها صنك الألواح طبعا وعامة احنا الألواح بتاعتنا المستخدمة على مدار السنين السلاسة عبارة عن ألواح الخشب الموسكي ودي عرضها بتبدأ من سبعة ونص إلى تلاتين سنطي بزيادة قدرها تنين سنطي ونص يعني سبعة ونص عشرة اتناشر ونص خمستاشر سبعتاشر ونص عشرين اتنين وعشرين ونص خمسة وعشرين سبعة وعشرين ونص تلاتين سنطي أما الأطوال بتبدأ من تلاتة متر الموجود في السوق إلى ستة متر بزيادة قدرها تلاتين سنطي يعني برضو هتبدأ زي ما انتوا شايفين كده تلاتة متر هنزود تلاتين يبقى تلاتة تلاتين تلاتة ستين تلاتة تسعين أربعة متر عشرين أربعة متر خمسين أربعة متر تمانين خمسة متر عشرة خمسة متر أربعين خمسة متر سبعين ستة متر دي الأطوال اللي موجودة في الأسواق وده بالنسبة للخشب الموسكي أما المراين المراين عندي طبعا السمك السمك بيكون من اتنين سنتي ونص إلى عشرة سنتي طبعا اللي هي بوسة البوسة بتبقى اتنين سنتي ونص أما المراين بيكون على شكل مربع العرض والسمك بتاعها بيكون واحد بتبقى 7.5 في 7.5 أو 10 سنتي في 10 سنتي ودي بيطلق عليها اسم مراين أو كتل يبقى احنا كده عرفنا الألواح وعرفنا المراين والخشب المسكي عرفنا أطوال وبيبدأ من 3 متر إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي والعروض بتبدأ من 7.5 إلى 30 سنتي بزيادة قدرها 2.5 أما السمك بيبدأ من 2.5 اللي هي بوصة إلى 10 سنتي اللي هي 4 بوصة هنكمل شغلنا بعد ما قطعنا جزوع الأشجار نبص تاني كده على الشرايح عايزين نعمل عملية مهمة جدا بتجرى على الأخشاب وهي عملية التكفيف تكفيف الأخشاب عملية التكفيف بتتم على الأخشاب بغرض الحصول على أخشاب خالية من المياه لأن المياه طبعا لو موجودة في الخشب بتأثر على عملية التشغيل وبتكون صعبة التشكيل فالتكفيف هي عملية تجرى على الأخشاب بغرض التخلص من أكبر نسبة مياه موجودة في الأخشاب ومش معنى كده أن أنا خلص كل المياه الموجودة في الخشب ولكن لازم نسيب كمية أو نسبة بسيطة فيها بغرض إعطاء ليونة للأخشاب وبيتم عملية التكفيف بطريقتين في عندي أنواع التكفيف في عندي تكفيف طبيعي بطيء وتكفيف صناعي سريع التكفيف البطيء بيتم بطريقتين وهي عملية الترسيس وعملية التغزين والتشوين بعد ما بنقطع الأشجار إلى ألواح وكتل اللي احنا لسه يلينها دلوقتي بيتم وضعها في مكان أو فضاء بيسمى باسم المنشر بعد ذلك بيتم وضعها تحت مظلات لحمايتها من أشعة الشمس ثم وضعها الأكبر سمكاً من أسفل ثم الأعلى الأقل في السمك مع وضع فواصل أو سدايب خشبية بغرض عملية التهوية بعد ذلك بنرفعها عن الأرض بواسطة أواعد خرصانية بتكون المسافة من 25 إلى 40 سنتي بغرض عدم تعرضها للرطوبة في حالة وجود أمطار بنغطي الخشب بغطاء من المشمع لحمايتها من السقيع والأمطار وفي حالة المراين أو الكتل أو العروء بيتم وضعها على الجدران مائلة بقى حماية أطرافها الصفلة من الرطوبة بعد ذلك بيتم عمل ده التكفيف الطبيعي التكفيف الطبيعي بياخد فترة كبيرة حوالي من 6 شهور إلى عدة سنوات عشان كده سميته تكفيف طبيعي بطيء أما التكفيف الصناعي طبعاً التكفيف الصناعي هو الإنسان الذي عمله علشان خاطر يحصل على أخشاب غير موجودة في الأخشاب الطبيعية فتكفيف الصناعي بيتم بسرعة من مميزات تكفيف الصناعي أنه بيتم بسرعة فترة التكفيف بتكون من 4 ساعات لـ 6 ساعات والتكفيف الصناعي بيتم عن طريق بعد قطع الأشجار إلى ألواح وقتل بيتم وضعها داخل استغامات معدنية من أسفلها فيه بيبقى فيه سخنات بنوصلها بالطياري الكهرابي بيحول الطاقة القهربية لطاقة حرارية بتعمل على تبخر المياه الموجودة في الخشب وفترة التكفيف زي ما احنا قلنا بيكون سريعة من 4 لـ 6 ساعات بعكس التكفيف الطبيعي لأن الفترات بتاعته من 6 شهور إلى عدة سنوات ولكن التكفيف الصناعي ليه عيب أنه بيخوص بيخوص بيخو نصليش الخشب من أكبر نسبة مياه موجودة فيه نشوف برضو كده على السلايد بتاعنا تكفيف الأخشاب هي عملية عملية التكفيف هي عملية تجرى على الأخشاب بغرض تخليص الأخشاب من أكبر نسبة مياه موجودة ولا يعني التكفيف إزالة كاملة للمياه بل يجب أن يبقى على كمية معينة منها بعد التكفيف حتى لا يفقد الخشب مرونته وتماسك أليافه ويصبح حشا والتكفيف زي ما احنا لسا أيدين تكفيف طبيعي بطيء وتكفيف صناعي سريع طريقة التكفيف الطبيعي بتتم زي ما احنا قلنا بطريقتين عملية الترسيس والتخزين بعد قطع الأخشاب إلى ألواح وكتل بتترك في أرض فضاء تسمى باسم المنشر في الجو مباشرة ويتم ترسيس الأخشاب تحت مظلات واقية من أشعة الشمس بينها مسافات للتهوية وتوضع على قواعد خرصانية بمسافة من 25 إلى 40 سمتي لحمايتها من الرطوبة ويفضل أن تكون الأخشاب مقطوعة من جزع شجرة واحد ويستمر التكفيف في البطيء لفترات تتروح ما بين 6 أشهر إلى عدة سنوات يبقى التكفيف الطبيعي من مميزاته أنه بيخلص أكبر نسبة مية موجودة ولكن من عيوبه أنه بياخد فترة كبيرة بتصل إلى عدة سنوات والإجراءات المتبعة عند تخزين الأخشاب أولا بيوضع كل نوع على حدة مع وضع الألواح الأكبر سنكة من أسفل سنب الأقل في السنب مع وضع سدايب خشبية فواصل بين الرصات للتهوية ثم توضع المراين والعروق مائلة على الجدران مع حماية أطرافها السفلة من الرطوبة نشوف صورة كده توضح طبعاً أدي المظلات عشان نحميها من أشعة الشمس وأدي القواعد الخرصانية اللي بتكون مرتفعة عن سطح الأرض بمسافة من 25 إلى 40 سنتي وفي حالة العروق والمراين بتوضع مائلة مع حماية أطرافها السفلة من الرطوبة وأدي الفواصل الخشبية ما بين الألواح وبعضها ودي لو إحنا حبينا لو في حالة وجود أمطار بتوضع ألواح أو بغطيها بغطاء من المشمع في بعض العيوب بتظهر نتيجة التكفيف السريع أو سوء التغزين والتشوين التغيرات دي بتحدث للخشب عبارة عن أول حاجة الإنكماش والإنكماش ده بيحدث للخشب في العرض وبيكون نادر في الطول وده بيكون نتيجة التكفيف السريع أو عملية عدم التشوين بصورة مناسبة بسبب الإنكماش برضو اللي بيحدث بيكون فيه تشققات في الخشب زي ما أنتم شايفين على الصور أدي التقوصات اللي بتحدث وأدي الشروخ وأدي عملية الإنكماش بتحدث فيه العرض وبتقل جدا فيه الطول من ضمن برضو العيوب والتغيرات اللي بتحدث نتيجة سوء التكفيف أو سوء التغزين التغيرات التي تحدث بعد عملية التشغيل وزي ما احنا قلنا أن الخشب في فترة الشتاء بيكون يتمدد فتيجي حتى تفتح الباب بتلاقي أن الباب بيفتح بصعوبة أما في فصل السيف بيكون الباب بيريح عشان كده لازم لما يجي الراجل الحرفي لما يجي بيصنع الخشب لازم بيعمل حسابه فيه عملية التمدد وإحنا برضو فيه عملية اللحمات واللحمات دي عملية بتجرى على الأخشاب بغرض الحصول على أخشاب مش موجودة في السوء لأن احنا قلنا الأخشاب الطبيعية محدودة في المأسات فبنعمل أخشاب بنستخدم عملية من ضمن العمليات اسمها عملية اللحمات لتجميع الأخشاب مع بعضها وهنوضح كده ونشوف لو أنا عندي دلوقتي عايز أعمل ديسك ولا حاجة الديسك ده بيكون عرضه أكبر من 30 فبيتم هنعتبر أدي لوح ودي التاني بالشكل دوت فبعمل هنا عملية لحم بين الألواح وبعضها بواسطة سدايب خشبية لو حبيت أعملها منظور أدي تمام كده طيب لو أنا بعمل السدايب دي إزاي بنقول أدي اللوح الأولاني بعمل هنا مفحار أو مجرى واجه هنا برضو نزم بسيب فراغ بين اللوح وبعضه عشان عملية التمدد طبعا بحط هنا في النص عشان أوصل للوحين بحط سدايب خشبية وبسيب فراغ بسيط بين الألواح وبعضها عشان عملية التمدد اللي إحنا لساقلين عليها لأن الخشب طبعا بإيه بيتمدد بفعل عوامل الرطوبة فلازم نسيب الفراغ اللي إحنا هنا عليه دلوقتي وإذا ما سيبناش الفراغ دوت بينتج عنه انكماش وتقوصات في الخشب هنرجع تاني السلايد بتاعنا من ضمن برضو العيوب الناتجة الإهمال في سوء التخزين وبينتج عن الإهمال في سوء التخزين إن إحنا ما بنرسش الخشب تحت مظلات لحمايتها من الأمطار أو أشعة الشمس أو عدم وضعها على وضع فواصل خشبية بغرض التهوية ده بيؤدي إلى انكماش في الخشب وعملية فتل وعملية الفتل هي عملية التواء بتحدث للخشب نتيجة تعرضها للرطوبة آدي عملية اللحمات اللي إحنا لسا موضحينها زي ما أنتم شايفين إذا ما سكناش نسيب الفراغات أو عملية فراغ للتبدد بيحدث انكماش وتغيرات في الخشب مما ينتج عنه أخشاب غير صالحة أو صعبة التشغيل طيب إزاي بقى نحصل على أخشاب جيدة للاستعمال لو أنا حابد بقى أجيب خشب بتاعي والخشب يكون صالح للاستعمال كيفية انتقاء الأخشاب للاستعمال هنوضح الجزئية ديت أولا لازم أن يكون الخشب بتاعي نظيف مستوي ما فيهوش التواء أو إعوجاج لازم أن يكون منتظم الحاجة التانية لازم أن يكون خالي من العقد والعقد دي هنتكلم عليها في الشراحة التانية العقد دي طبعا بتؤثر على الخشب وإذا كانت عقد بسيطة بيكون تأثيرها بسيط أما إذا كانت كبيرة شوية دي بتنفصل عن الأخشاب مما يحدث عن أخشاب غير جيدة يبقى لازم أن تكون الأخشاب بتاعتي مستوية ونظيفة ما فيهاش إعوجاج وتكون منتظمة وتكون الحلقات السنوية بتاعتها منتظمة الحلقات السنوية اللي احنا وضحناها من شوية في التكوين العضوي لازم أن تكون الحلقات بتاعتها تكون منتظمة ولازم أن تكون الأبعاد بتاعت الحلقات منتظمة ولازم أن تكون اللون الخشب من الداخل زي لونه من الخارج ودل ذلك على ضعف في الشجرة الحاجة الثانية لازم تعطي صوتا رنانا عند الطرق عليها بالمطرقة لأنه بيدل ذلك على أن الخشب ده أجرى عملية التكفيف بنجاح والخشب صالح للاستعمال يلا بينا نشوف كيفية انتقاء الأخشاب واختيارها للاستعمال أولا يجب أن تكون الأخشاب ذات منظر نظيف ومستوية الأسطح لا التواقى فيها أو عوجاج وأن تكون منتظمة ثانيا خيالية من العقد الخبيثة والتسوس والتفلق والتشقق أن تعطي الأخشاب صوتا رنانا عند الطرق عليها للتأكد من تمام جفافها وأنها مخزنة في أماكن رطبة أن يكون لون الخشب من الداخل مثل لونه من الخارج أن تكون الحلقات السنوية منتظمة وإلا دل ذلك على ضعف في الشجرة ولا يصلح استعمال نيجي بقى للخامة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة ودي الأساس بتاعنا وهي الأخشاب والأخشاب عندي منها نوعين زي ما أنتوا شايفين أخشاب طبيعية وأخشاب مصنعة الأخشاب الطبيعية بتنقسم إلى أخشاب لينة وأخشاب صلبة الأخشاب اللينة ودي بتكون من الأخشاب السنوبرية زي خشب البياض والخشب الموسك السويدي والخشب العزيزي أو ما يطلق عليه باسم بيتش باين الأخشاب الصلبة عندي أخشاب صلبة كتير جدا ولكن احنا ناخد الأشهر منها الاستعمال زي خشب الزان زي خشب الأرو زي الخشب البلوت زي الخشب المهوجني والأبانوس والجوز يبقى أنا عندي ستة أنواع نتكلم عليهم عندي في الأخشاب المصنعة والأخشاب المصنعة دي اللي احنا اتكلمنا عليها اللي تم صنعها بواسطة الإنسان لنظراً لاحتياجه إلى مأسات معينة فبيتم تصنيعها وهي أخشاب مصنعة فعلاً ولكن هي مصنعة من الأخشاب الطبيعية زي الخشب الأبلاكاج زي الكونتر بلاكي زي الخشب الحبيبي وفيه عندي الخشب المضغوط الام دي اف أو الاتش دي اف أولاً الأخشاب الليينة بتنتمي الأخشاب الليينة إلى الفصيلة الصنوبرية زي ما انتوا شايفين وهي تكون سهلة التشكيل والتشغيل ويطلق عليها في الأسواق الاصطلاحات الآتية أولاً الخشب البياض أو ما يطلق عليه السنوبر الأبيض وهو يستورد من كندا وسكتلندا وروسيا ودول البلقان ويعرف بسنوبر بلاد الشمال ولونه بيكون أبيض أكثر بياضاً مائلاً قليلاً إلى الإسفرار وهو خشب لين خفيف الوزن كسفته بيكون من ربعمية لخمسمائة كيلو جرام للمتر مكعب ويوجد في الأسواق على هيئة ألواح وقتل يارب تكون الصورة دي واضحة بالنسبة لكو عشان هنوضح هنفرق بين الألواح وبعضها أو الأخشاب وبعضها ده خشب البياض النوع الثاني من الأخشاب اللينة وهو الخشب المسكي السويدي أو ما يطلق عليه السنوبر الأصفر زي ما أنتوا شايفين هو أكثر أو أكثر اسفراراً من البياض وأسقل وزداً وأكثر كسافة فهو أكثر اندلاجاً وأسقل وزناً كسفته من 600 إلى 650 كيلو جرام للمتر مكعب لونه أكثر اسفراراً ويستعمل بقصرة في أعمال نجارة العمارة وهو بيجي من روسيا والسويد معروض عليه تألواح بسمك زي ما احنا تكلمنا من شوية من 2.5 إلى 10 سنتي السمك بتاعي والعروض بيكون من 7.5 إلى 30 سنتي بزيادة قدرات 2.5 سنتي أما الأطوال هنا بتبدأ من 1.50 إلى 7.20 طبعاً اللي موجود في السوق أو المستخدم أو المتداول من 3 متر إلى 6 متر ده الخشب الموسكي وهو طبعاً احنا بنستخدمه هنا في مصر كتير من ضمن الأخشاب الليينة خشب السنوبر الراطنجي أو الخشب العزيزي أو ما يطلق عليه بيتش باين لونه أصفر غامق مشرب بالإحمرار طبعاً هو أفضل أنواع الأخشاب الليينة وأسقلها وأجوادها استعمالاً فهو مشرب بالإحمرار لونه أصفر غامق مشرب بالإحمرار ويزن المتر مكعب منه ما بين 750 إلى 900 كيلو جرام ويرد بهيئة ألواح وكتل ويستعمل في الأعمال الإنشائية فيستخدم كثيراً في الصقوف المنحدرة مثل الجمالونات والسلالم وتصنع منه مجهولات النجارة والأثاس التي تتطلب فيها قوة الاحتمال ومعظم هذه المجهولات تدهم بالورنيش ليزهر جمال منظر اليفهة طبعاً هو أفضل أنواع الأخشاب الليينة استخداماً خشب الخشب العزيزي هنبتد الروح للأخشاب الصلبة عند الأخشاب الصلبة أول خشب وأشهرهم استعمالاً هو الخشب الزان والخشب الزان بيعد من أشهر الأخشاب الطبيعية الصلبة وأقصرها استعمالاً في صناعة نجارة الأساس النوع الأصلي لونه أبيض بيميل قليل الإن الإسفرار بيتحول إلى البن الفاتح الماء للإحمرار بعد عملية التكفيف الوزن بتاعه بيكون حوالي 740 كيلو جرام للمتر مكعب استعماله بيستعمل في الأساس والمكاتب وأشغال النجارة الدقيقة وفي أشغال الخراطة الخشبية والحفر ويستعمل في صناعة البنوك بتاع المكجارين وأياد العدد اليدوية وأجسام الفورات وتأخذ منه القشرة لصناعة ألواح الأبلكاج النوع التالي من الأخشاب الصلبة وهو خشب الأرو من أخشاب الصلبة السمينة سقيل الوزن بيصنع منه الأساس الفاخر جميع الأخشاب الصلبة بتفتخدم فيه نجارة الأساس والأساس الفاخر وطبعا هو منه النوع الإنجليزي والأمريكي والأفريقي ولكن أجوادهم هو الأرو النمساوي وبكل نفاتح بيميل قليلا إلى الإسمرار ألياف متجنسة مستقيمة بتظهر بها الأشعة النخاعية وتكون مموجة ويعرف تجاريا بالقرو المصدف ويزن المتر المكعب منه من 800 إلى 900 كيلو جرام وبيرد من النمسا والمجر زي ما أنت شاهدين خشب الأرض النوع التالت من الأخشاب الصلبة وهو خشب المهوجني ويمتاز باندماج الألياف واستقامتها وقابلياتها الجيدة للسقل والتلميع وبالدهنات اللي هي الأسطر لونه بني ماء للإحمرار بيزن المتر المكعب منه حوالي من 900 إلى 950 كيلو جرام للمتر المكعب ومن أجود أنواعه ما يصدر من كوبة ويستعمل في صناعة الأساس الفاخر وهياكل السفن بعد كده من الأخشاب الصلبة النوع الرابع وهو أجود الأنواع هو خشب الأبانوس وده بيستخدم في أعمال التطعيم وهو من أجود وأغلى أنواع الأخشاب وجه العام بتوجد منه أنواع عديدة خشب القلب لونه قاطم أما خشب الظهر بيكله نفاتح وهذا النوع أسقل الأخشاب وأصلبها لونه أسود داكن في منه أنواع كتيرة أو بني معرّق بخطوط سوداء زي اللي قدامنا أو ماء للإخضرار وما يطلق عليه الأبانوس الأخضر وتأخذ منه القشرة الثمينة بيستخدم في الأشغال الضقيقة وفي أعمال الخراطة والتطعيم وآلات النفخ الموسيقية النوع الخامس وآخر أنواع الأخشاب الصلبة وهو خشب الجوز من الأخشاب الصلبة السمينة التي تتحمل طويلا وتكتسب الصقل بدرجة كبيرة ويباع بالمتر المكعب والقشرة المستخرجة منه بتكون بالمتر المربع بيتراوح وزنه ما بين 600 إلى 850 كيلو جرام للمتر المكعب ويؤمنه الجوز الإنجليزي والتركي والأمريكي وأفضل أنواعها طبعا الجوز التركي بعد كده بقى الأناخد للنوع التاني من الأخشاب احنا كده اتكلمنا عن الأخشاب الطبيعية وقلنا هي أخشاب لينة وأخشاب صلبة هنبتدي ناخد الأخشاب المصنعة التي صنعها الإنسان لكي يحصل على سهولة في التشغيل والتصنيع مع المرونة مع حصول على مأسات غير موجودة في الأسواق وغير موجودة في الأخشاب الطبيعية زي الأبلاكاج زي الكونتر بلاكي زي الخشب الحبيبي زي الخشب المضغوط MDF والHDF أول نوع في الأخشاب المصنعة هو خشب الأبلاكاج خشب الأبلاكاج بيتكون من عدة رقائق خشبية تامة الجفاف مرتبة فوق بعضها متعمدة الألياف متعكسة هحب بس أوضح حتة فكرة هم ما حصلوا إزاي على ألواح الأبلاكاج فهنتكلم نقول الخشب الأبلاكاج بنجيب الجزوع بتاعة الأشجار وبنحطها على الماكينات وبنقطع منها القشرة الخارجية بعد كده بنجيب القشرة الخارجية بنلزاق مع بعضها على هيئة طبقات متعكسة وبيكون الأعداد بتاعتها بيكون أعداد فردية ممكن 3 أو 7 أو 9 أو 11 عشان تماسوا للسطحين الخارجيين اللي تحت واللي فوق وطبعا زي ما أنتم عارفين إن خشب الأبلاكاج من الأخشاب المنتشرة استخدمها في مصر وإذا استخدمت في الاتجاه طول بيسمى أبلاكاج سدة وإذا استخدمت في الاتجاه العرضي بتسمى أبلاكاج قص زي ما أنتم شايفين بيتكون من عدة رقائق خشبية تامة الجفاف مرتبة فوق بعضها متعمدة الألياف يعني بتكون متعكسة ملسوقة بالغراء مع بعضها مع ضغطها تحت مكابس هيدرولوكية لتحقيق الترابط بينها والتماسك الشديد وعادة تكون هذه الرقائق الطبقات بتاعتها بتكون حوالي 3 أو 4 أو 5 أو 7 أو 11 يعني أعداد فردية لتماثل السطحين الخارجيين للوح الأبلاكاج وإذا كانت ألياف السطحين الخارجيين للوح الأبلاكاج في الاتجاه التولي سمي أبلاكاج سدة وإذا كانت هذه الألياف موازية للعرض سمي أبلاكاج قص ويستخدم في تشكيل المنحنيات والدمرانات كما يستخدم في نجارة العمارة وتجليد الأبواب وتجليد الحوائط والقواطيع الخشبية ويستخدم بقصرة في نجارة الأساس حابين نعرف برضو المأسات المأسات ألواح الأبلاكاج في الجدول دوة عند الأبلاكاج الحور مأسه متر 53 في متر 53 السمك بتاعه يكون 3 أو 4 أو 5 ملي أما الأبلاكاج الزان فيه منه سدة وفيه منه قص السدة 2 متر في متر 22 2 متر 20 في متر 22 و2 متر في متر 25 القص بتاعه بيكون متر 22 في 2 متر متر 22 في 2 متر 20 والسمك بتاعه بيكون برضو 3 أو 4 أو 5 ملي زي ما أنتوا شايفين هذه الخشب الأبلاكاج النوع الثاني من الأخشاب المصنعة وهو خشب الكنتر بلاكيه والخشب الكنتر ده أنا بعتبره من الأخشاب الطبعية لأنه هو بنحصل عليه من سدايب خشب البيض والسدايب دي بيكون بحوالي العرض بتاعها بيكون حوالي 15 لـ 20 مليا عن 2 سم ولا يزيد طول طولها عن 1 متر يبقى أنا عندي بجيب السدايب بتاعة الخشب البيض بيكون عرضها حوالي 2 سم وطولها حوالي 100 بجمعها بجوار بعضها لكي يتم الحصول على الأطوال المطلوبة ويتم ذلك بطريقة آلية ثم تغطى بطبقة من القشرة السميكة التامة الجفاف بيصل سمكة هذه الطبقة من 2 لـ 3 ملي من كلا الوجهين سمك طبقة الأبلاكاج بيكون 2 أو 3 ملي وتختلف مأسات الكنتر حسب المأسات المطلوبة والمأسات المستخدمة الشائعة في السوق 2 متر و20 في متر 22 2 متر في متر 25 طول طبعا في العرض 2 متر 44 في متر 20 أما التخنات بيكون حوالي 16 لـ 19 أو 22 ملي ويباع بالمتر المكعب للكميات الكبيرة وباللوح للكميات المحدودة ودي خشب الكنتر زي ما أنتم شايفين النوع الثالث من الأخشاب المصنعة وهو خشب الخشب الحبيبي والخشب الحبيبي ظهر في عام 1948 وحتى يومنا هذا هو الحل الأمثل لتناقص الخشب أو الناتج السنوي من الأخشاب وهناك أكثر من 40 نوع من ألواح الخشب الحبيبي نذكر منها ما هو مصنوع من نشارة الزان والبياض أو من بري الأقلام أو من نشارة الخشب وفضلات المحالج أو من فضلات القطن وساس الكتان أو من فضلات الجلود أما على المستوى المحلي فقد تم إنشاء في مصر أربع مصانع كبيرة الأول في كومومبو بالصعيد والثاني في طنطا والثالث في مدينة المنصورة بالدهالية وهناك مصنع بمدينة فرسكور بدوميات وهو متخصص لصناعة الهارد بورد والسوفت بورد والسوفت بورد والخشب الحبيبي إذا ما أنتم شايفين بيطلق عليه في بعض الأسواق بطريقة بلدية ويسمى بالخشب التبن نظراً للألياف بتاعته أو اندماج كسفته مميزات ألواح الخشب الحبيبي بيحتوي الخشب الحبيبي على أشكال كثيرة كبيرة المأسات طبعاً بتكون متجانسة التركيب خالي من العقد والشقوق بيسل الحصول على السمك المطلوب منه بالكسافة المطلوبة وبيكون عازل للصوت مانع للصدى لا يتأثر بالحرارة أو بالرطوبة شديد المتانة قوي الاحتمال يوفر الجهد والوقت في الإنتاج واقتصادي ورخيص السمن وتعجز عن إصابته الحيوانات لأنه طبعاً بيتم وضع محلول بيبعد عنه هجوم الحشرات والآفات الضرة بالأخشاب الطبيعية مع سهول التشغيله ويجمع بالمواد الناصقة والمصمار ولا يتشقق عند تسميره من الأطراف بعكس الأخشاب الطبيعي عيوب الخشب الحبيبي وكيفية تلافي هذه العيوب هو عرضة للتفتت في الزوايا والأرقال لذا يجب تركيب بالركب لؤشاط زين حواليه على أحرفه حتى نعطي له التماسك المطلوب ليس في متانة أو صلابة الخشب الطبيعي أو الكنتر بلاكيه لذا يجب مراعاة مقاومة للضغوط وذلك بزيادة عدد الرؤوس الطولية والعرضية لزيادة تحمله عدم إمكانية عمل تعاشيق في الأحرف والزوايا ويستعاد عن ذلك بإضافات خشبية التغلب على رائحة ساس الكتان الموجودة فيه وذلك بدهانه ببعض الورنيشات ويرسق بالقشرة من الوجهين مأساته بيكون موجودة 2.44 متر في متر 22 أو 3.66 متر في متر 22 العرض وبيصمك بتاعه بيكون متدرج من 6 ل 8 إلى 36 ميلي وبيختلف السعر حسب التخانة وهي التخانة هنا عملية عكسية فكلما زادت التخانة قل السعر والعكس كلما قلت التخانة ارتفع سعر المتر المكعب منه من ضمن الأخشاب المصنعة الموجودة دلوقتي حاليا في الأسواق الخشب المضغوط وهو أخشاب ألواح الـ MDF والخشب الـ MDF يعرف في الأسواق باسم الخشب الفايبر وهذا النوع من الأخشاب بيصنع من خلايا ضغط الألياف الخشبية بعد أن يتم عجنها مع بعض المواد المناصقة ثم يتم فرد هذا العجين في زل درجات حرارة مرتفعة حتى تتشكل ألواحه وتكون مختلفة الصنق ما بين 3 إلى 30 ملي هذه خشب الـ MDF والخشب الـ MDF فيه منه أنواع كتيرة فيه منه الألواح السادة وفيه منه ما يلصق بالقشرة الخارجية وفيه منه الـ MDF الأخضر وبيكون خشب مقاوم للمياه والرطوبة وفيه منه الخشب الـ MDF الأحمر وهو بيكون عازل للحرارة أو ضد الحرارة الخشب المصنعة زي ما احنا قلنا خشب الألواح المضغوطة الـ MDF ويعتبر الأكثر انتشارا لأنه رخيص السمن كما يمكن دهنه بسهولة من الوجين بالإضافة إلى أنه يتميز بالقوة والصلابة ويوجد منه خشب اللون الأخضر اللي احنا قلنا عليه مقاوم للرطوبة واللون الأحمر بيكون مقاوم للحريق عيوبه واحد بيعاب على خشب الـ MDF أنه ثقيل الوزن كما أنه لا يحتوي على عروق كما أن يتم وضع المسامير فيه كما يعاب على هذا النوع من الخشب أنه متوسط الكسافة يستخدم بشكل أساسي في صناعة الديكورات وعمل النمازج والفرم فيه فيديو كده هنحابب نوضحه برضو للأخشاب احنا طبعا شفنا الأخشاب الصلبة كانت واضحة في الصور أما الأخشاب الليينة والأخشاب المصنعة هنوضحها مع فيديو بسيط زي ما أنتوا شايفين الفيديو هنا بيوضح مجموعة من الأخشاب الليينة عندي طبعا في الأخشاب الليينة قلنا الخشب العزيزي والخشب المسكي والخشب البيض طبعا هو هنا الخشب العزيزي أو ما يطلق عليه الاسم بيتش باين زي ما أنتوا شايفين تجزيع بتاعته بتكون واضحة أما الخشب البيض خشب اللي هو الأبيض أو ما يطلق عليه الخشب الأبيض سنوبر الأبيض بيكون طبعا خشب أقلونه أبيض وخفيف الوزن وأليافه بتكون منعدمة بعكس الخشب العزيزي أما النوع الثالث هو الخشب المسكي ودي بيكون أليافه مثل الخشب العزيزي ولكن هنا الخشب العزيزي الحلقات أو الأنسجة بتاعته بيكون متسعة فيه فرق ما بين التجزيع بتاعته عشان كده احنا بنفضل الخشب العزيزي لوجود الصمرة بتاعته مع دهانة بتعطي شكل جمالي لكن الخشب المسكي اللي قدامنا دلوقتي الألياف بتاعته بيكون ديقة شوية وبتأخذ الشكل العمودي في بعض الأحيان والتجزيع دي هي عصب الألواح وزي ما أنتوا شايفين الخشب العزيزي الصمرة بتاعته واضحة والحلقات بتكون متسعة وهو أسقل الأخشاب وأفضلها عن الخشب المسكي والخشب البيض لو جينا من ناحية الكسافة خشب البيض زي ما أنتوا شايفين أبيض والحلقات بتاعته ما فيش يعني منعدمة ما فيش تجزيع بينه أو قليلة جدا بعكس الخشب المسكي اللي التجزيع بتاعته بتكون ديقة وطولية وقلنا التجزيع دي هي عصب الخشب وزي ما أنتوا شايفين الخشب البيض بيكون خفيف الوزن بعكس الخشب المسكي والخشب العزيزي اللي هو البيتش باين هي هنا بقى بنوضح العقد اللي احنا قلنا عليها دي العقد الخبيسة والعقد دي بتضر الخشب إذا كانت منتشرة في طول الخشب فأنتوا شايفين دلوقتي حتى في الدهان بتكون مشكلة في عملية الدهان والخشب لما نيجي نختار الأخشاب بنحاول نختار الأخشاب الأقل في وجود العقد يعني لو عندي لوح فيه خمس عقد ولوح فيه اتنين أو تلاتة بنختار الأقل من حيث العقد زي ما انتوا شايفين لو احنا جبنا لو جينا على الألواح لو جينا خدنا منظور من فوق لو بصنا هلأ فيه تقوس في الخشب نتيجة وجود عقد موجودة في الخشب زي ما انتوا شايفين واحدة شكل السبعة لأن هي موجودة من الطرفين العقد دي طبعا بتعملي عملية صعوبة في التشغيل فبحاول ان انا اتفادى هذه العقد حتى لا يتم تأثيرها في التصنيع نيجي بقى للأخشاب المصنعة الأخشاب المصنعة زي ما احنا هنا بتصنع من فضلات الأخشاب الطبيعية لكن هي هي أخشاب مصنعة ولكن بتستخدم من فضلات الأخشاب الطبيعية زي ما احنا قلنا عن طريق خلطات بعضها بينتج الحصول على أخشاب مصنعة وبنحصل عليها لأن بنتج بياخد منها المأسات المطلوبة زي ما انتوا شايفين ده خشب الكنتر وخشب الكنتر احنا قلنا بناخد السداي بخشب البيض وبنجمعها مع بعض بأطوال 1 متر وبعروض حوالي من 1.5 ل2 سنتي بنجمعها مع بعضها وبنلزقها بطبيعية قبلكاج من فوق وطبيعية قبلكاج من تحت وبنحصل عليها بالمأسات اللي احنا قلنا عليها أما الخشب الMDF هو ده بناخده من فضلات الخشب نشارة الخشب وساس الكتان بيتم خلطهم مع بعض ببعض المحليل وبيتم عجنها وفردها تحت ظروف معينة وبيتم الحصول عليها بالمأسات المطلوبة وخشب الMDF زي ما احنا قلنا فيه منه أنواع كتيرة فيه منه اللي هو السادة وفيه منه اللي هو ملزوق بالإشرة ومأساته زي ما انت شايف متر 22 في 2 متر 44 السماكة بتاعته بيكون مختلفة حوالي من 2 ملي ل 5 ملي فيه منه طبعا اللي احنا قلنا عليه السادة واللي أنا بابتدي أغطيه بإشرة زي ما انتوا شايفين وعندي النوع التالت اللي هو الخشب الحبيبي وهو الخشب الحبيبي او يمطلق عليه الخشب اللي هو المصنوع من فضلات النجارة وبيتم لسقه بإشرة فرمايكة من فوق وإشرة فرمايكة من تحت مع وضع أشاط زين حواليه حتى يتم عملية التماسك والتحمل فيه عندي بقى الMDF اللي احنا قلنا عليه الخشب اللون الأخضر زي ما انتوا شايفين هو موضح وده بيكون عازل للرطوبة وكمان فيه عندي النوع التاني اللي احنا قلنا عليه النوع الأحمر والنوع الأحمر ده بيقوم مقاوم للحريق وخشب الMDF زي ما احنا قلنا بنستخدمه فيه بقصرة في عملية الديكورات وعملية التطعيم حابب بقى اوضح انهوت في الفيديو يعني ايه تكعيب الخشب احنا لسه في الصف الأول في تانية وثالثة لازم نعرف يعني ايه تكعيب الخشب عملية التكعيب هي عملية ضرب طول الخشب في عرضه في سمكه وزي ما احنا قلنا أطوال الخشب بتبدأ من 3 متر ل 6 متر هو خشب موسكي والعرض بيبدأ من 7.5 إلى من 2.5 إلى 7.5 والسمك بتاعه من 2.5 إلى 10 سنتي وزي ما انتو شايفين ادي عملية التكعيب بنضرب الطول في العرض في السمك نكمل شغلنا يبقى احنا قلنا اول نوع من الخامات المستخدمة في أعمال النجارة هي الأخشاب النوع التاني من ضمن الخامات وهي الغراء والنوع التالت الصنفرة هنبتد نتكلم عن الغراء زي ما انتو شايفين الغراء والمواد اللاصقة الغراء هي مبدأ لاصقة يمكن الحصول عليها من مصادر متعددة فمنها الغراء الحيواني والنباتي والغراء الصناعي وكان الغراء قديما يصنع من جلود وعزام وحوافر الحيوانات أو من راتينجات الأشجار المخروطية ده قديما أما حاليا بيتم صناعته من البترول والفحم والذرة وفول السوية ومخلفات الأسماك وجلود وغضاريف وعزام الحيوانات وأفضل أنواع للغراء طبعا ما كان رائقا شفافا أشكال وطرق بيع الغراء في الأسواق طبعا بيوجد الغراء بالأسواق بصور مختلفة منها ما هو سائل أو بودرة أو جلاتيني ومنها ما هو محبب ومنها قطع وألواح وفيه على شكل رقائق وتباع جميع هذه الألواع والأصناف بالوزن إما معبئة في أكياس أو صناديق أو براميل أو علب أو زجاجات أو أنابيب ويلحظ أن هذه العبوات مدون عليها بعض الإرشادات التي يجب اتباعها عند الاستعمال للحصول على أفضل النتائج من الغراء فيه إرشادات في عملية الغراء أثناء عملية التغرية في بعض الإرشادات التي يجب اتباعها أولا يفضل التغرية في مكان دافئ نوعا وبعيدا عن الطيارات الهوائية بتجهز جميع الأدوات اللازمة للتغرية وقطعة من الإسفنج أو القماش أو فرشاء بيلزم الحفاظ على البنك المستخدم من الغراء ويستحسن فرش قرصته لسطح بتاعه بوراء الجرائد حتى نتلاشى الغراء الذي يقع أثناء عملية التغرية بعد كده لما بنجي نستخدم الفرشة بيتم وضع الفرشة نصف الفرشة في الغراء وتوضع بها الأجزاء وتغطى بها الأجزاء المراد لسقها توضع الغراء على قطعة أبلكاج وفوق البنك ويمسح الغراء الزائد بقطعة القماش المستخدمة أو الإسفنج المبللة بالمياه هنبتدي بقى نتكلم عن النوع التالت من الخامات المستخدمة في أعمال نجارة العمارة وهي الصنفرة وهنبتدي نقول أن الصنفرة عبارة عن أفرخ أو أشرطة من ورق أو القماش من نوع جيد ومغطى أحد أوجهه بطبقة من المصاحيق الحاكة مثل أحجار الجيرانيت أو الصوام أو الزجاج المجروش أو كاربيد السيليكون مسبتة بمادة لاصقة أما الواجه الآخر لو ظهر الصنفرة بيكون أملس عليه بيكون مطبوع عليه ماركة المصنع وأرقام مميزة لدرجة نعومة وخشونة الصنفرة وتستعمل الصنفرة في تسطيب وتنعيم وسقل أسطح المجهولات الخشبية المستوية والمنحنية أنواع الصنفرة المستخدمة فيه عندي ثلاث أنواع مستخدمة بقصرة فيه عندي الصنفرة الخشابي فيه عندي الصنفرة الدوكو فيه عندي الصنفرة الحدادي أو النوع الصنفرة الخشابي بتصنع عادة من الورق المغطى سطحه بزرات من الرمال أو مصحوق الذجاج وتستعمل في أشغال النجارة بقصرة صنفرة الدوكو وتصنع من القماش الجيد المتين ويدخل في تركيب زراتها كربيد السيليكون وتستخدم في دهنات الدوكو أما نوع الثالث وهي الصنفرة الحدادي وتصنع من القماش المغطى بالمواد الحكة والمصنعة من أحجار الجرانيت وتستعمل لصاقل المعادن إجراء عملية الصنفرة طبعاً وإحنا باستخدم الصنفرة بيتم على مراحل معينة أولها إن إحنا بيتم صنفرة الأخشاب اللينة مثل الخشب البياض أو الموسكي في اتجاه العرضي اللي احنا بنسميه الاتجاه القص بصنفرة رقم 3 ثم يعاد العمل أو هذه العملية في اتجاه الألياف السدة بصنفرة رقم 5 وعند صنفرة الأخشاب الصلبة مثل الخشب الزان أو الخشب الأرض بيتم صنفرتها في الاتجاه الألياف الطولية اللي احنا بنقول عليها السدة ثم بصنفرة رقم 2 ثم يعاد في نفس الاتجاه بصنفرة رقم 5 حتى يتم الحصول على أسطح ناعمة من الأخشاب هنبتدي بقى نتكلم عن الجزء الرابع من نتكلم بقى عن الاكسسوارات المستخدمة في أعمال النجارة وعندي الاكسسوارات المستخدمة كتير جدا ولكن إحنا هناخد منها الأنواع الشاععة والمستخدمة في أعمال النجارة وأولها عندي المفصلات المفصلات فيه منها أنواع كتيرة منها زي ما احنا شايفين مفصلات البؤجة والشريط والمفصلة السيلندر وفيه عندي المفصلة المروحة التي تستخدم في الأبواب المروحة وكل هذه الاكسسوارات بتستخدم في تحريك الضرف سواء كان محرر التحريك رأسي أو أفقي ويراعى اختيار المناسب منها للاستعمال أثناء عملية التركيب النوع الثاني من الاكسسوارات وهي الأقر والمقابد ومنها اللطش والنص لطش اللطش اللي هي بتبقى موجودة على وجه الأخشاب وداخل الإصطامة والمقصود بالإصطامة هنا الإصطامة هي قائم الضرفة الذي يتم وضع الأقر أو وضع القوالين داخلها عشان كده بسميه قايم الإصطامة والمقابد منها العادة أو النحاس أو البلاستيك طبعا والمقابد منها برضو زي ما احنا قلنا الأشكال الأشكال طبعا كتير هم متنوعة كل هذه الخردوات بتستخدم في تسكيك وقفل وفتح الأبواب والشبابيك وبنستخدم النوع المناسب لشكل الباب والديكورات المستخدمة فيه من ضمن الإكسسورات برضو في عندي السمانيولة أو الاسمانيولات ومنها سمانيولة بلدي وسابليولة أفرانجي السمانيولة البلدي دي بتستخدم فيه الضلف الشمسية وحابب أقول يعني إيه ضلف شمسية لطلبة الصف الأول الضلف الشمسية دي أطلق عليها ضلف شمسية وذلك لأن بيوجد بها ورق يطلق عليه نفذ ورق الشمسية ومن مميزات ورق الشمسية حجب أشعة الشمس وحجب رؤية ما بداخل الحجرة مع تجديد الهواء داخل الحجرة ورق الشمسية بيوضع على زاوية 45 مائل إلى جهة الخارج والورق دوة بيتعمل على مكنة من مكينات النجارة تسمى ملكان عشان كده بيطلق على الشبابيك الشمسية نفذ ملكان وزي ما انتوا شايفين هنا هنوضح ورق الشمسية دي شكل الورق لو احنا عملنا لها قطاع بالشكل ده بنعملها مائلة على زاوية 45 لجهة الخارج ودي الحلقات السنوية اللي احنا اتكلمنا عليها برضو بالشكل ده ادل او ادل ورق والورق دوة بيكون مائلة على زاوية 45 والمسافة والمسافة ما بين الورق او الورقة بتكون حوالي 3 سنطي وتسمى باسم الخطوة واطلق على الابواب الشمسية هذا النفس لوجود ورق الشمسية فيه هنبتد نكمل احنا قلنا طبعا السبانيولة بتستخدم فيه منها البلدي والافرنجي البلدي بتستخدم فيه الدولف الزجاج اما الفرنجي بتستخدم فيه الدولف والشرائح الزجاجية ويطلق على الدولف الزجاجية باسم شرائح لوجود الزجاج فيها بعد كده عندي اخر حاجة في الكوالين المستخدمة في اعمال النجارة عند الكوالين طبعا فيه منها انواع كتيرة فيه منها داخل الاستامة وزي ما احنا وضحنا الاستامة اللي هو بتعمل الكلون داخل الباب عشان كده سمينا قايم الباب قائم الاستامة فيه النوع التاني وهو اللاتش الذي يركب على وجه الباب يبقى الكوالين المستخدمة فيه اعمال نجارة العمارة اللاتش ونص لاتش وداخل الاستامة وتستخدم فيه تسكيك وقفل وفتح وخلق الابواب بانواعها سواء كانت ابواب داخلية او خارجية ده كان ملخص سريع للجزء الاولاني ان شاء الله فيه عندنا الجزء التاني وهو خاص بتنفيذ تعاشيء اعمال نجارة العمارة زي ما احنا وضحنا في الاول وطبعا يكفي شرفا لمهنة النجارة ويكفي شرفا لمهنة النجارة انها كانت مهنة نبي الله سيدنا نوح عليه السلام وطبعا زي ما انتم عارفين ان مهنة النجارة مهنة من قديم الاجل ومزالت تتطور مع تطور التكنولوجيا الحديثة الموجودة حاليا ويكفي شرفا انها كانت مهنة نبي الله سيدنا نوح عليه السلام وده ملخص للشرح بتاعنا النهاردة واحب بس راجع كده بشكل سريع ان الخامات المستخدمة احنا اتكلمنا عن الاخشاب وقلنا في الاخشاب عملنا عملية قطع للاخشاب ونقلناها من الغابات الى اماكن التصنيع وعرفنا اهي الادوات المستخدمة في عملية القطع وكيف تتم عملية القطع وخدنا التكفيف وعرفنا ان التكفيف مهم جدا للاخشاب لان عملية بتجرى على الاخشاب حتى يتم التخلص من اكبر نسبة مياه موجودة فيها بعد كده اتكلمنا عن كيفية عملية التكفيف سواء كان تكفيف طبيعي وتكفيف صناعي حابب اقول التكفيف الصناعي اللي زي ما احنا قلنا بيستخدم للاصراع من عملية الحصول على اخشاب فعشان كده بلجأ للتكفيف الصناعي ولكن قلنا ليه عيوب ومميزات من العيوب للتكفيف الصناعي ان ما بيخلص ليش الخشب من اكبر نسبة مياه موجود فيها لكن من مميزاته فترة التكفيف بتاعته بتكون من اربعة لست ساعات بعد كده وان شاء الله باذن الله هناخد الحلقة الجاية باذن الله اشوفكم على خير هناخد عملية التنفيذ التعشي اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته